الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرف يقدم في مجال النظرية الكلية ما يسمى توازن الطلب الكل مع العرض الكل أو باللغة الإنجليزية equilibrium of aggregate demand and supply أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وبخاصة في أيام الكورونا التي عزلتنا عن بعضنا البعض وعلى بركة الله نبدأ تذكرون أحبتي بأنني قدمت في المقطعين السابقين طريقة اشتقاق الطلب الكل أو دعني أضحها في لون آخر اللون الأحمر الطلب الكل ورحناها بطريقة بسيطة جدا وكذاك الأمر قدمنا ما يسمى بطريقة اشتقاق العرض الكل هنا طبعا aggregate demand هنا aggregate supply اللي هي العرض الكل مع التمثيل البياني لكل حالة سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع التوازن الطلب الكل مع العرض الكل اكوالابريم كما ذكرنا اكوالابريم 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 سبلاي وتفسير حالة التوازن وأسباب الإزاعات الممكنة في أي منهما لابد من التذكير بأن الطلب الكل أرجو أن تتذكروا ما أقول هنا مهم جدا الطلب الكل هو كل ما يخطط للإنفاق عليه من هم اللاعبون ما يخطط مبني المجهول اللاعبون بالاقتصاد المستهلكون الذين ننفقون على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير معمرة وما ينفق عليه المستثمرون الذين ننفقون على السلع العام عفوا السلع الرأس ما ليه wrong وهي الآلات والمعدلات البنية التحتية وما شابه وتنفق عليه حكومة التي تنفق طبعا على السلع العام g سلع عام صافية غير صافية أو لا صافية غير صافية مهما كانت تسميات pure and impure public goal اللي هي طبعا الشوارع والمستشفات والجامعات والبنية التحتية الأخرى وينفق عليه المصدرون على البضايع والسلع التي يصدروها وينفق عليه المستوردون لأنهم ينفقوا على السلع المستوردة تذكروا الآن بأن الطلب الكل هو يذكرون من هذه الأشياء فالأجرد ديمان يذكرنا بمتساوية متساوية الدخل إذا تذكروا اللي هي why متساوية الدخل كنا نقول أنها تساوي CZIGZX-M هنا الآن لأن عملية تخطيط فالأجرد ديمان هو ما يخطط اللاعبون بالاقتصاد لإنفاقه على السلع الاستهلاكية من قبل المستهلكين وعلى السلع الرأسمالي من قبل المستثمرين وعلى السلع العامي من قبل الحكومة على السلع المصدر من قبل المصدرين وعلى السلع المستوردة من قبل المستوردين إذن هناك المتساوية الدخل هي الفعلي الحقيقي الذي يتحقق على أضباق لكن هنا ما يخطط له اللاعبون منهم منهم طبعا المستهلكون المستثمرون الحكومة ومصدرون ومستوردون نوكبل دعنا نمثل الطلب الكلية والعرض الكلية بيانيا كما يأتي الآن على المحور الأفقي اللي هي واي هذه هي واي إما كمية الانتاج الحقيقي أو الدخل الحقيقي أو سنعطيه تسمية جريدة بنسبة لكم جي دي بي اللي هو gross domestic product أو ما يسمى بالناتج المحلي إجمالي عادة ما يعرف بأنه كمية أو قيمة البضاعة والسلع التي تم إنتاجها خلال فترة عادة ما تكون سنة مقابل مستوات أسعار معينة فهنا الآن على المحور العمودي مستوى أسعار العام هذا الآن اللي تذكروا عبارة عن منحنة أو خط بستقيم كما يعني كيفما تخيلنا فهو الآن منحنة ميل سالب ميل سالب فهذا هو الاجرغي الديمان تذكروا والآن الاجرغي السبلاي هذا الخط أو المستقيم الأخضر ذا الميل الموجب وطبعا الاجرغي الديمان اجرغي السبلاي أو الطلب الكلي والطلب والعرض الكلي يتقاطع في عنده نقطة معينة هذه نقطة التقاطع الآن التي ينشع عنها الزوج المرتب الآن ما يسمى بي واي ستار اللي هي قيمة الإنتاج الحقيقي أو الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي وطبعا المقابل مستوى أسعار معين هنا طبعا السعر التوازني العام وبي ستار فالآن تقاطع الاجرغي الديمان المنحنة الطلب الكلي مع منحنة العرض الكلي تقاطعوا عن نقطة معينة هذه هي النقطة إذا بتلاحظوا عليها هذه النقطة هي وبالتالي نشع عنها زوج مرتب اللي هو الجي دي بي ساواي ستار بالحالة نهاية النهاية المحلي الإجمالي كما ذكرت مقابل اللي هو السعر التوازني العام بي ستار الآن ممكن لأي سبب من الأسباب لنفترض بأن المستهلكين أقدموا على شراء سلع أكثر من ذي قبل لنفترض بأن المستثمرين يعني كان عندهم تفاؤل بالمستقبل فقاموا بالاستثمار بالآلات والمعدات وخصوص الإنتاج لنفترض بأن الحكومة أنفقت أكثر والمصدرين يصدروا أكثر أو المستوردين يستوردوا أقل ما يعني ذلك الآن هذه كلياتها إيجابيات بالنستقبل سينتقل منحنة طلب الكل AD من هذا الموقع إلى الموقع الجديد هذا الآن عفوا يعني بدأ أرجع هنا افترضوني أنا لم أضغط على بس أجلولي هذا المنحنة مؤقتا الآن هذا AD واحد نتيجة لزيادة الإنفاق من قبل المستهلكين والمستثمي والحكومة والصادرات والمستورات قلت الآن أدى ذلك إلى إزاحة تامة في منحنة العرض الطلب الكلي عفوا الطلب الكلي فالآن التقاطع أصبح عند هذه النقطة وبالتالي الآن حصلنا على Y ستار لنفترض أن نسميها Y ستار 1 لكن بالمقابل ارتفعت الأسعار من P ستار إلى P 1 ستار العكس صحيح الآن إذا أن الاستهلاك انخفض انفق انفقات حكومة انخفضت المستثمين انخفضوا من استثماراتهم انخفضت الصادرات وزارة المستورنات يؤدي ذلك إلى إزاحة إلى اليسار الآن هذا المنحن الذي قلت قبل شوي أجلول الحديث عنه فالآن هذا المنحن الذي هو المتقطع الذي عليه يسار النقطة المرجعية لدينا هنا انتقل اليسار وبالتالي حصلنا على A D لنفترض أنها 2 وبالتالي أدى ذلك إلى ماذا انحسار الانتاج لكن نفس الوقت انخفضت الأسعار ويمكن لك يعني الآن عزيز الطالب المتابع أن تفترض أي حالة طبعا بالحالة افترضنا افترضنا بأن الاغري السابلاي بقي عند المستوى نفسه أي بمعنى آخر استخدمنا المصطلح الاقتصادي سيترس بيربوس أي ثبتنا العوامل المؤثرة الأخرى ثبتناها وفقط يعني افترضنا بأن الاغري الديماند هو الذي يختلف ويتغير نتيجة اللي يتغير أحد مكوناته إما الانفاق الاستهلاكي أو الاستثمار أو نفقات الحكومة أو زادة الصادرات أو الخفض الصادرات أو العكس صحيح إذا كانت إزاح اليسار الآن هناك ما يمكن أن يحدث في الأمل الطويل الأمل الطويل اللي هو نموذج كينز في التوظيف الكامل كينز فرض العالم الإقصاد جون كينز كان مشهول جدا بثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وخمسينيات عندما انتهت الحرب العالمية الثانية فبتكر كثير من نماذج الراقي اقتصاديا علميا ومنها هذا نموذج التوظيف الكامل اترض بأن الاقتصاد وصل إلى توظيف كافة الموارد المتاحة له التي طبعا نخاطبها وكأن الموارد يعني كائن عاقل الأرض العمال رأس المال الحقيق وقدرات تنظيمية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن نوظف بالاقتصاد من يريد منها أن يعمل فسماها التوظيف الكامل أو ما فل employment اكتبها هلا بالانجليزي بعدين بقول بالضبط اللي هي بعدما أخلص المنحنيات الآن تخيل في كيز هاي الحالة على المحو الأفقي بقي واي الآن وهي الانتاج الحقيقي من السلع وعلى المحو العمودي مستوى الأسعار وطبعا الآن الأغريق الديمان أو ما يسمى منحنة الطلب الكل بقي هنا الآن AD ومنحنة العرض الكل الآن هذا منحنة العرض الكل AS sub F يعني AS لكن في F صغيرة تحت كناية على أن الاقتصاد الآن نتيجة لهذا التقاطع هنا بين الاجرق سب لكن مع المنحنة الاجرق الديمان وصل إلى ما يسمى بنقطة الانتاج القصوى عند ما يسمى بالتوظيف الكامل للموارد هذا الآن طبعا مقابلها مستوى أسعار معين اللي هو هذا البيستار اللي هو بعد ذلك منحنة الاجرق سبلاي سبأف يأخذ شكلا غريبا وهو أنه يصبح عمودا على الأفق يعني الخط مستقيم عمودي على الأفق وبالتالي هذا الـ SF هنا امتداد للسابق هو ما يعني الآن مهما حدث الآن بالاقتصاد مهما يعني حاولت الآلة الاقتصادية أن تنتج من Y هذه أنا قلنا الانتاج حقيقة والدخل سيؤدي ذلك فقط إلى رفع الأسعار فلنفترض أنها حاولت سينتقل منحنة AD الآن من AD هذه إلى AD مثلا وبالتالي الآن ما الذي حدث أنه فقط الآن نشأ عن هذا التقاطع زوج مرتب هو YF بقيت كما هو لكن الذي حدث أنه الأسعار رتبعت فقط لا غير هذا سماها جون كينز التضخم التضخم بسبب زيادة الطلب الكل عند نقطة التوظيف الكامل للموارد طبعا الكامل للموارد وهو من النماذج التي تقبلها الاتصاديون بشكل كبير جدا بعد الحرب العالمية الثانية لأنه الاقتصادات كانت مدمرة وأرادت أن تنشي نفسها من الخراب الذي حدث نتيجة للحرب ويعني زادت من توظيف الموارد إلى أن وصلت إلى هذه النقطة على الأقل نظرية طبعا هذا يذكرنا بأن جائحة الكورونا ربما بعض الاقتصادات تصل إلى هذه الحالة أكون بذلك انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون فيه فعلا الفائدة العظمى لكم أحبتي الطلبة والمتابعي لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم بإذن لتعالى إلى لقاء آخر مع مقطع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته